بص يا ورد دلوقت في عملية كبيرة هيبعث لكم فيها خيري ولدي وإحنا نقدر نتأخر عنك ولا عنه؟ أنت بالخير والبركة بس أنا وهو عاملين لعبة كده جدام الناس كأننا ضد بعض بس الحاجيج أنكم مع بعض تمام ده عشان خاطر عيون الناس حويت يا عم الحج حويت وربنا يزيدك مخ على مخك لو خيري بعت لكم روحولوا وخليكم معاه حاضر يعمل حاج وبأي فلوس يده لكم ماشي ولهم من غير فلوس يا حاج لا هديكم وأنا هديكم فوق اللي هديه لكم الله يبارك لك يا حاج تنزلوا الحجر ساعة التحميل تقولوا لا ليه يا حاج ما هدي اللعبة أنتوا جاهزوا وتوضبوا الحجر وما تحملهوش ماشي يا حاج وأنا هبقى حمله بعد كده حاضر يا حاج أصلي مش من محجرنا وما المحجر مين محجر الحج أبو ذكري بس هو شريكنا أنا قلت الحجر من عنده والنجل عندي ماشي يا حاج وانسألكم خيري عني لا شفناك ولا قلتلنا جدعان يا أولد يلا أربعين نجلة في اليوم الزاني وحنجيبه معدات من فين الكل ده أنا تصرفت ده شغل كبير يا معلم خير قال أنت مشارك حد صغير بس العمال اللي عندي مجلالي ماشي عجيب عمال من عند أبوي با هو ده الشغل الكبير يا عم خيري جنينة إزاي وبعدين معاك يا ولد الحج ماشي وراي ليه غرضي شريف يا جنينة وإيه غرضك إن شاء الله قصة أنا أحب الجنين دوي وأي جنينة أحب أتفرج على وراجها وفواكهها بجولك إيه الحديث البارد ما أحبهوشي ومين جال بس إن الحديث ده بارد ده حديث سخن وسخن مولع كمال أنت فاكرني مين ده أنا بيت الحج أبو ذكري على سن ورمح عارف إنك بنت عمي أنت متعلم يا جنينة لسانسة أداب طب با ما تيجي نروح وصواج نسحب الشهادة بتاعتك سحابتها نطلعه بدل فاجة سيبنا روح طب ممكن رقم المحمول بتاعك ما أكلمش غرب خلاص خدي رقم المحمول بتاعك ما أسجلش نمرت ولاد روح يعني أكلم عم بو ذكري واجوله دي نجنينة لو تقدر اعملها ماشي يا عبد تاو ذكري بس ده كتير جوي يا حج أصلنا داخل شغلانا كبيرة جوي ومحتاج كل الحربيات النجل اللي في السوق اللي عندي مش هيكفي ربنا يزيدك الحكومة دخل موضوع كبير بس ليه طلب أقمر اللي يطلب منكو عربيات أو لوادر ما تقولوليش لا يعني عشان ما حدش يقولي الحج محمد خد العربيات كلها تقولوله حاضر وتمطلوه يومين بس يومين كتير تسدك بالله العظيمة أسدك حتى عيالي ايدي ورجلي ما يعرفونش يا سلام والأكتر لو ولدي خيري أو جودة طلبوا برضو قلولهم حاضر ومطلوب قد موضوع كبير جوي واحنا يا حاج هينوبنا من الخب جانب ضعف الأوجر مش حكاية الفلوس عارف يا حاج ده أنت الفلوس آخر حاجة عتفكر فيها قبل العيال على طول ايه النال يا هارون عتعصى أوامري مفيش أوامر خلاص أكتر من ولدك رأى ضي نسلمه جدا بعينك أنا سلمت ولدي اللي ما عنديش أعز منه وإحنا مش حنسلمه لما نسلمونا واحد واحد ولد أنا سلمت لكن إنت هكتلك إيه يا أخي إيه يا أخريت إيه الراجل جابنا هنا وإحنا كلنا عننا أحكام واستغلنا ومسيبنا عايزنا نرجع الحرام تاني ليه إنتا قلت علينا أحكام يعني مش شغلة جديدة علينا الحرام يعني بعد ما تبقى تآجر محترف تنجل صندوق إسلاح من هنا لهنا إيه عايز ترجع تبقى صايع تاني عايز يبقى صباعي مش تحتد إلسى حد أقتلك يا هارون ما خلاص ما بجدش لا تقتل ولا تجرح يا عم هيضب كيف يعني؟ يعني نيابك خلعها لك الحج محمد أنا طبت عن القتل ربنا مش الحج محمد خلاص طبت وعايزة تحج سيبنا شعف مصلحتني أقول لك إيه هارون علي أبي أمين لو عملت حاجة من ورى ظهري ما أرحبك كان زمان يا حج هضبي أبريني أنت بدأت أعمل إيه؟ أين أمين؟ أي آمر ثانية يا حج خيري؟ ما عملته كام؟ عندك 120 نقلة جاهزين على الارض تمام يا رئيس تمام يلا حملوهو لا كدا كفاية الرجالة تعبوا نعم طو تعملوا نص الشغل وتمشوا ولا ايه؟ على كت جهدنا ميلا هيحمل عقل؟ لا حمل اللي يحمل إحنا إتفاجنا عمالناه اتفاجئ وانا جاي بكو تكسر بس ولا ليه والله يا حج خيري محد فيهم رضي يحمل رئيس وحبا حمل وخلي يومك يعد على خير هم جدامك هم قل لهم وانت شغلتك ايه مش هلت رئيس العمال ايو انا رئيس بس مش رضيين هضربهم هضربهم انا وحبا ليه كده احنا جايين نشتغلوا ولا جايين نتالوا وحبا ما تطلعش العفريت الجواي ليه يا بوي هتتضربن علينا ليه خبر ايه يا حج واهبة مايك حد مسلطك علينا وليه عيب يا حج بذكري احنا اشتغلنا مع الحج محمد عمره مجلنا كيل ما عيفش حملوا يا أهبة وحدي العمال عجرة زيادة ولو وديتهم مئة عجرة كده خلاص مشوا امشوا واشوف غيركم شو براحطة ومحدش هياخد تعريفة مش عاوزين هتجيب منين عربيات تحمل كل ده جلسلك ما تجلكش هو هو جتي جي عندك يعمل ايه؟ عشان موضوعك وقلت له ايه؟ قلت له يطلق يك يطلقها وحبسته عندك؟ اه وانا بعد كده هعرف ابوصف وجه ما عايزت بوصف وجه وليه؟ عشان جوزي جوزي؟ جوزي؟ لما هو جوزي جيتي عندي ليه؟ ما جيش بتابوي؟ تيجي بس ما تشكيش ولو ساعتها تجاوز عليك تلاتة هزكت يعني ايه؟ يعني انا عملت اللي عملته عشان زعه عليك مش عشان اتجاوز عليك ايوه يا ابوي بس مش لدرجة الحبس حاضر يا بيت هطلعو وابوس راسو واستسمحو وياخدك معاه تردى من جوزي؟ عينو تتكسر قدامي؟ لا عيني انا اللي تتكسر قدامو مش قصد؟ ولو قصدك انت حرة كنت فاكرك زي ابوكي تجيز علانا مش عايزة تمكي تانية ايوه مش عاوزة بس مش بالعافية هي كلمة واحدة عاوزة ولا مش عاوزة؟ بالراحة يا ابوي خلصي عاوزة ولا لا؟ عاوزة مناع مناع نعم يا عم الحج خليهم يوضبوا شونة نوارة مناع لو جيتي عندي تاني تيجي ساكتة وتمشي ساكتة ولو شكيتي منه تاني مش هدخلك بيتي طول ما انا حي غوري عاوزة